رحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مقمانس أحمد سلسلة جديدة من الشروحات هنشرح بعون الله اللغة الإنجليزية للصف السابع من يونت 1 إلى اليونت الأخير بعون الله تعالى اليونت 1 يتكلم عن الهوبيز and routines الهوبيز هي معناها الهوايات and routines معناها الأشياء الروتينية فالدرس هذا عبارة عن الهوبيز and routines معناها الهوايات والروتين أول حاجة قالك أيام حسن ثاني فقرة قال لك I am حسن معنا أنا حسن بعدين قال لك Look at the pictures How old are the children قداش عمر الأطفال انظر إلى الصور هادو وقداش عمر الأطفال Look at the pictures How old are the children كويس بعدين قال لك Listen and follow طبعا نحن ما عناش كتاب صوتي فنحن نقرأ لكم ونترجمكم الكلاب أول حاجة قال Hello I am حسن I am 12 And I am from Tripoli معناها أهلا أنا حسن عمري 12 I am 12 And I am from Tripoli معناها أنا من طرابلس أهلا أنا حسن أنا 12 عاما And I am from Tripoli خلين نقول لكم الإنجليزي Hello I am حسن I am 12 معناها أنا عمري 12 And I am from Tripoli معناها أنا من طرابلس كويس بعدين يشير بيدة لأختها يقول That's my sister Her name is Nisreen And she is five هذه أختي أو هذه أختي اسمها Nisreen وعمرها خمس سنوات That's my sister Her name is Nisreen And she is five That's my sister Her name is Nisreen And she is five هذه أختي وعمرها واسمها Nisreen وعمرها خمس سنوات بعدين في الصورة هذه يشير للبيت المتاع قال This is our house هذا بيتنا It's small but we like it قال هذا بيتنا وهو صغير It's small طبعا نحن نعفو أنه small عكسها big It's small but we like it This is our house هذا بيتنا وهو صغير It's small وعكس small كيفما قلنا big big معناها كبير It's small but we like it معناها يعجبنا هذا بيتنا صغير لكن يعجبنا بعدين يبي يوري أنه عنده أصدقاء بهي قالك These are my friends Ali is eleven and his brother خالد is nine Their house is big It's opposite our house شو معنا يكلم هو These are my friends هادو أصدقائي علي عمرة حداشن سنة and his brother خالد is nine وخوه اللي اسمه خالد عمرة nine nine معناها تسعة نعرفوها معناها تسعة لما تعد من واحد لعشرة one two three four five six seven eight nine ناين هي تسعة تمام Their house is big حوشم كبير It's opposite our house وأكبر يعني عكس البيتنا عكس عكس البيت متاعنا كيفما قال هو أشار إن في البيت متاعها صغير هو قال إن حوشم كبير Their house is big It's opposite our house معناها عكس البيت متاعنا يعني هم محوشم كبير العكس البيت متاعنا ناس صغير بعدين يسألك هنا سؤال What's your name يسألك الطالب What's your name أنت أجعب أن اسمي أحمد لو كان يسألني حد يقولي What's your name نقول لأني اسمي أحمد How old are you I am 38 years old معناها عمري 38 سنة Where do you live I live in Tripoli طبعا نبدو سبجيكت أو الحاجة What's your name اسمي my name تكتبكي My name is أحمد هذا نتكلم لوحد يسألني بعدين سؤال الثاني How old are you I am طبعا كابتل I I am 38 years old Where do you live سؤال الثالث I live نجاوب كيف ما يسألني Where do you live نبدأها هادي أو حاجة يسألك يقولك Where do you live يعني يتكلم عليك Where do you live فلما يتكلم علي نفسي نقول I وهو أنا I live in Tripoli باهي تمام هذه الجزئية الأولى بالنسبة للفيديو الأول نتمنى تكونوا خلاص فاتنا معي إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله حنقره اللي هو Times of Day باهي وهذا هو الدرس الأول نتمنى تكونوا خلاص فاتنا معي شكرا جزيلا والسلام عليكم وحتلال بركاته